تشتالي جلود؟ بتشتالي على إيه تحديداً؟ شايف أنا محافظ شايف شونط؟ في حاجات تانية تشتالوا عليها؟ اه احنا فريق متكامل وجلد طبيعي ولا لا؟ كل جلد طبيعي كل جلد طبيعي هاند ماد بنستعين بالماكينات بس في بعض الحاجات مش كله بس فينا بتاعنا هاند ماد منتج مصري احنا فريق أعمل أساسة من اسكندرية من دوم ناس من اسكندرية وناس من قاهرة شغلنا قائمة ان احنا بنوفر المنتج كجلد طبيعي بسعر النافس الصيني الناس عندها فكرة دايماً وابدا ان الجلد الطبيعي غالي والهند ماد أغلى لا احنا عندنا وقع مختلف احنا بنحاول ان احنا نوفر مش شرط ان احنا نكسب مبلغ كبير قوي في مقابل ان احنا نوفر منتج مناسب وسعره مناسب وتكلفته مناسبة الصيني بقى بكام دلوقتي؟ قال لي حاجة الصيني بكام؟ بمبلغ؟ لا احنا بوفر لك المنتج جلد طبيعي يدوي بسعر منافس للصيني يعني اغلى قطع عندكم مثلاً بكام؟ اغلى قطع؟ وارخص قطع بكام؟ عندي حاجات بخمسة وعشرين جنيه ياه وجلد طبيعي فقط؟ جلد طبيعي دي ايه محافظ بقى؟ لا دي بتبقى مادليات جربات قوين اساور حاجات للبنيات بتبقى سليسل اكسيسوريز عندنا منتج ممكن يوصل لألف جنيه اغلى حاجة اه اغلى حاجة بتبقى دل هي ايه بقى؟ شانطة باك شانطة شانطة باك دي ممكن تبقى اغلى قطع عندنا فيه حاجات باقى بتبقى سعرها اغلى شوية بس ما بتعداشي لألف ونص دي بتبقى شغل دق يدوي شغل تلوين يدوي 100% فيش فيه اي مكان هدخلها ما الحاجات الغالية اللي احنا بنجيبها دي بتبقى غالية لي بقى؟ طبع ما الحاجات الأصلية سعرها مش غالية؟ لأن اللي بيعملها بيعتمد ان هو ده منتج يدوي فانا هزود في السعر أنا ممكن يزود في سعري لو انا عامل حاجة سبيشال مش موجودة اصلا ومفيش منها اتنين في الغالب تكون وان بيس يعني؟ وان بيس دي اللي بيقى سعرها ما يقدرش ان انا هنزل فيه لانا مش حاضر قرارها تاني لكن الحاجات بتعملها ماس بروداكشن او اللي احنا بنضرب الناس عليها لانها تعملها دي قضى ان انا اعملها بسعر مناسب ما تكسبش فيها كتير ودي بتعملوا منها كتير اه دي بنعملها انتاك كبير لان احنا بنصدر كنا بنعرض في المتحف المصري هنا في القاهرة فترة كبيرة حوالي سنة تقريبا عندنا منافس تسويق كتير لشغلنا طبعا عن طريق الحملة امي ومصر شغلنا سافر البحرين مع الحملة شغلنا كان بيطارد في معارض تراصنا وكرافتي سافرنا بشغلنا برا الفكرة في المنتج انتو كم بنت او سيداك لا كتير انا بضرب جلود بقالي ثلاث سنين تقريبا اي حد بتدرب معي بعرض شغله معي مش بتدرب معي وبس صحابي من القاهرة واسكندرية شغلهم بيطارد معي مش كل المعروض شغلي المعروض في منه شغل مبتدئين في شغل الناس بروفيشنال هذيك تقول كان احنا ممكن ما يوازي 40 مش كلهم شغلهم بيطارد بس بيعملوا شغلي كتير انا عرف ان القطع الواحدة بتاخد وقت لا بنعمل شغل هذيك هاتلي أوردر 1000 قطع سنوناك في أسبوع ما شاء الله عليكم طب ده كويس جدا والله يعني المعروض بتاعتنا بقى شغالة ومالينا شغلكم الحلوة انا عدنا خط انتاج أورادي مع حملة أمي مصر لانتاج الجلود هنا في القاهرة وفي اسكندرية في الواحشة بتاعتنا ربنا يا كريمك والله يعني شغل محترم جدا ترجمة نانسي قنقر